بحث وزير الصحة العامة والسكان دكتور قاسم بوحيبه مع نائب ممثل منظمة اليونسف لدى بلاد ناش داريك أومول بحث تدخلات اليونسف في القطاع الصحي وسبول تعزيزها استعرض الوزير إنجازات الفريق الخاص بوضع خطة الإمداد الدوائي المتضمنة والمتضمنة تحديد المعايير والاقتصاصات لكل إمداد وخطة العمل المشترك ودعم الوزارة بخبيرين في البناء المؤسسي ووضع السياسات الصحية وأشهد الدكتور بوحيبه بتحسين العمل المشترك والذي يعد بداية محفزة لتعزيز العمل المشترك في المرحلة المقبلة وتصحيح مسار الإشكاليات المعيقة له مشيرا إلى انتهاج الوزارة سياسة إشراك مكاتبها في صياغة الخطط الصحية وفقا لمبدأ لا مركزية واعتماد التخطيط من الأدنى إلى الأعلى مستعرضاً الاحتياجات الملحة لتقييم الاحتياجات الواقعية لمجابهة الأوبئة المختلفة ترجمة نانسي قنقر